صوت برلمان وقليم كردستان خلال جلسته التاسعة للسنة الأولى لدورته الانتخابية الخامسة على تمديد فصله التشريع لمدة 15 يوما لعدم اكتمال الكابين الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مسرور البرزاني هذا القرار طبعا يعود للقيادة الديمقراطي الكردستاني لكن اعتقد ان هذه المدة التي البرلمان يعطت للأحزاب من الممكن ان يقوم هذه الأحزاب بتقديم اسماء مرشحها لكي تكتمل عملية تشكيل الكابينة الجديدة لكن في حال لا سمح الله لم يقدم هذه الأحزاب مرشحها في هذه المدة المحددة عندئذ سيكون للقيادة الديمقراطي الكردستاني قرار بهذا الشأن وبحضور جميع عضاء الكتل السياسية لم يصوت لقرار التمديد سوى 84 نائبا رغم مرور نصف المدة القانونية والمحددة ب30 يوما وإلى الآن لم تقدم أي جهة سياسية قوائم مرشحيها لشغل الوزارات والمناصب العليا في الحكومة الجديدة المنتظرة طلب نواب البرلمان اليوم بتمديد الفصل التشريع لمدة سبوعين ونحن كاتحاد وطني وجدنا في ذلك فرصة لتقديم مرشحنا لمنصب رئاسة البرلمان وخلال الفترة القادمة سنقدم السيارة ذاتية لمرشحينا لشغل المناصب المخصصة لنا وفي الحادي عشر من حزيران الجاري تمت تسمية مسرور البرزان رئيسا لحكومة الاقليم بأصوات 87 برلمانيا من أصل 97 حضروا جلسة التصويت برلمان الاقليم كردستان مدد فصله التشريع مدة 15 يوما لإفساح المجال أمام رئيس حكومته مسرور البرزاني من أجل تقديم كابينته الوزارية المقبلة من برلمان الاقليم بشير الحس قناة الفلوجة